بس إحنا منتخب اليد ده هو نقطة موتيبة نطشنا النهاردة الأرجنتين النهاردة الأرجنتين النهاردة ولا بعد يعني مبارح كان نرويجو النهاردة الأرجنتين اليد ده بيخلصوا بدري قعد المنتخبات كتير بس عشان هم منتخب اليد له نظام في التصفيات ونظام لعب المجموعات من 6 فرق فأنت عندك أصلاً الكرة 4 فرق المجموعة 4 فرق إنما في اليد 6 فرق فأنت عندك إحنا عملنا إنجاز مهم جداً في التعادل مع منتخب فرنسا وده طبعاً منتخب الرابع على العالم وده حاجة كبيرة جداً إحنا كسبنا المجر أول مطش وده طبعاً فرق 2 جنين وبعد كده حتى لما خسرنا من الدنمارك وكنا إحنا ممكن نقدر نرجع على المطش وكنا كويسين فمنتخب اليد بيقدم سوية معلية جداً نرويج وصيف بطل العالم هو النرويج أصلاً إحنا كنا إحنا بروح معهم جن بجن بس إحنا كنا ركبين الحمد لله المطش من بدايته وما خفناش أنت عندك بقى منتخب الأرجنتين عشان تقدر تقابل المنتخب أقل وتنفس على مداليا يعني أنا شايف أن منتخب مصر يقدر أنه ياخد مداليا في اليد بسهولة يعني يعد إن شاء الله منتخب الأرجنتين مش بنفس قوة الدنمارك والنرويج ده يعني أنت بتحضير بتتكلم في ناس أساطير في كورة اليد منتخب مصر لا يقل عنهم منتخب مصر في اليد متصنف على مستوى العالم من أحسن ثمن فرق أحسن ثمن فرق فأنت لك أنت تخيل كل العالم بأسبانيا بالبرتغال بالدنمارك بالنرويج إحنا متصنفين عن أسبانيا والبرتغال يعني استنى المداليات كده بتاعت الفرق الجماعية وهتعللنا المركز متقدم في ترتيب الدول اللي حصل على المداليات في البطول أنا متفايل جدا لأن إحنا وصلنا أن نبقى رابع عالم مرتين مع منتخب اليد فسهلي جدا أن إحنا ناخد مداليا إن شاء الله أنا مش عايز أقول دهب بس إحنا إن شاء الله إن شاء الله يعني مداليا كويس أنا مش هبقى زعلان لو خدنا لا خلينينا بقى طبعانين لا أخد دهب لا أخدش دهب بي إن شاء الله ربنا يكرم إن شاء الله